مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو تكملة لما قد بدأنا الإسبوع الماضي عن الحجارة تصرخ وهو عبارة عن دراسة لعلم الأثار وارتباطها بالكتاب المقدس علم الأثار والكتاب المقدس وده يعتبر الجزء الثاني نجي لي سؤال مهم هو ليه إحنا مهتمين أوي بعلم الأثار وارتباطه بالكتاب المقدس علم الأثار يعتبر من العلوم الحديثة والعلوم اللي ليها مجال كبير أوي هذه الأيام لأنه إيماننا المسيحي نحن كمسيحيين نؤمن وإيماننا هذا مبني على حقائق تاريخية يعني لما نقرأ الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيكلمني عن أحداث بيكلمني عن أماكن بيكلمني عن شخصيات ممكن يأتي حد نهاردة يقولك أنا لا أؤمن بوجود شخصية اسمها شخصية داود أو شخصية إبراهيم دي شخصية خرافية من اختراع القدماء وهي شخصية ليست تاريخية أو يقول لي أنه المكان الفلاني اللي مسكور في الكتاب المقدس ملهوش أي ذكر في أي أثار ولا أي أبحاث أو تنقيب في أماكن معروفة فيطعن في مصداقية الكتاب المقدس فعش كده بنقول لي أنه الإيمان المسيحي هو إيمان تاريخي يعني إيمان مؤسس على التاريخ هتقول لي أن الإيمان المسيحي إحنا بنقبله بالقلب لا بس أيضا في حاجة مهمة جدا أنه إيماننا المسيحي مؤسس على معاملات الله وتداخله في التاريخ ففي أحداث تاريخية مهمة جدا يعني نهاردة لما نتكلم عن الخروج هل الخروج هو حدث تاريخي ولا غير حدث تاريخي هل مثلا التفان هل يوجد ما يؤكد حدوث التفان أو لا يوجد ما يؤكد حدوث التفان لما نتكلم عن شخصيات الكتاب المقدس هل يوجد ما يؤكد وجود هذه الشخصيات في وقت من الأوقات في التاريخ الإنساني ولا لا لما نتكلم عن ميلاد المسيح لما نتكلم عن حياة المسيح لما نتكلم عن معجزاته لما نتكلم عن صلبه لما نتكلم عن قيمته كل هذه الأمور أمور تاريخية تاريخية الله عمل في التاريخ الله تدخل في التاريخ الله صنع عمل عظيم في التاريخ عشان كده بنسمي الكتاب معدسة أو بنسمي أحداث الكتاب معدسة تاريخ الخلاص تاريخ الخلاص فالإيمان المسيحي هو إيمان تاريخي بما فيها قيامة المسيح حدث تاريخي كويس عشان كده مهم جدا أنه يبنى هذا التاريخ على حقائق ووقائع وتشهد هذه الحقائق وتشهد هذه الحجارة عن ما قد فعلا حدث وتم الإيمان المسيح زي ما قلت إيمان تاريخ عشان كده علم الأثار مع أنه علم الأثار لا يثبت أو لا ينفي الوحي يعني لما يجي إلى النص مثلا عن حياة إبراهيم علم الأثار ملهوش علاقة بالوحي لا ليه أنه يثبت الوحي أو ليه أنه ينفي الوحي لكن ليه يثبت شخصية إبراهيم كشخصية ريخية أو أحداث الخروج أحداث ريخية كويس فعلم الأثار فيه ثلاث حاجات بيعملهم وبيساعدنا فيهم أول حاجة يؤكد لنا يؤكد لنا أن الشخصية الفلانية فعلا كانت موجودة في الزمان الفلاني وفي العصر الفلاني وفي المكان الفلاني أو المدينة الفلانية اللي استولى عليها ياشوع أو اللي استولى عليها داود أو الحرب اللي قامت في المكان المعين هذه حروب مسجلة ومؤكدة فما سجله الكتاب المقدس يعتبر أحداث حق فيؤكد ليه علم الأثار ما قد حدث في الكتاب المقدس كويس ولا يوجد كتاب على مستوى العالم قد تم ربطه بعلم الأثار كامل كتاب المقدس بل هناك علم كامل اسمه علم أثار الكتاب المقدس بيبليكال أركيولوجي دا يعني يعتبر من أكبر المجالات في الدراسة دراسة علم الأثار الكتاب المقدس لأنه زي ما قلت المرة اللي فاتت أنه الكتاب المقدس أحداثه تمت في فترات زمنية كبيرة جدا وفي نفس الوقت في أماكن وقرات مختلفة يعني أحداث الكتاب المقدس بتغطي أفريقيا بتغطي أسيا وبتغطي أيضا أوروبا كويس فهي مرتبطة بمنطقة جغرافية كبيرة جدا وعش كده البحث فيها يعتبر كبير والمرة فات قلنا أنه أكتر من 25 ألف موقع تم التلقيب فيه والبحث عن أثار فيه مرتبطة بكتاب المقدس هذه الأثار بتؤكد بتؤكد حقائق زي ما قلت المرة الفاتت بتؤكد لنا عن حرب إبراهيم مع الملوك الخامسة تؤكد لنا وجود اسم إبراهيم تؤكد لنا أنه ما قام به إبراهيم من عادات وتقاليد كان متعارف ومعروف في ذلك الزمان كل هذه الأمور مهمة جدا كده بنقول أنه علم الأثار أول حاجة بيعملها أنه يؤكد لنا سواء الأشخاص أو الأحداث علم الأثار كمان يصحح لنا مفهوم مفاهيم العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في ذلك الوقت لما بقرأ عن نص في العهد الأديم أو في العهد الجديد كويس أنا الفارق الزمني ما بيني النهاردة وما بين أحداث العهد الجديد ألفين سنة عارفين أنه الحضرات والثقافات والعادات والتقاليد مع الزمن بتختلف يعني إزاي أقدر أفهم الأحداث دي فبيصحح لي مفاهيم أنا ممكن كنت فاهمها غلط عن أحداث معينة صححح لي يعني معروف مثلا من ضمن الأشياء اللي معروفة أنه دايما اليهودي عنده نوعين من الدفن كويس أنه الدفن الأولاني أنه لما الشخص بيموت بيحمل ويوضع جسده في القبر ده أول دفن لكن بعد سنة بعد سنة يحصل نوع من الدفن ثاني أنه الجسد تحلل وكل اللي بيقي فيه هو الهيكة العزمة فيأخذ هذا الهيكة العزمة ويوضع فيه تابوت صغير يوضع فيه تابوت صغير كويس فده اللي بيحصل فأنا بدون دراستنا لعلم الأثار ومعرفتنا الأمور دي يعني ممكن يبقى فاهمنا ناقص فهو بيصحح مفاهيم عندنا لأشياء والأحداث وكمان بيوضح زي ما قلت بيوضح توضيح طب هل الآن بي إبراهيم أنه يأخذ هاجر ويدخل عليها وينجب ابنا وهذا الابن يدعى ابنه هل هذه الأمور هي الأمور المتعارف عليها اجتماعيا لما نقرأ فيه اكتشافات ابلا ونشوف أنه هذه الأمور كانت هي الأمور الاجتماعية أو لما يكون شخص مش بيخلف عنده عبد من العبيد ويضع ثقته في هذا العبد هذا العبد يعتبر ابن من أبناء يعتبر هو ابنه فيظل يخدم سيده إلى آخر يوم في حياة سيده ويكون قريب جدا من سيده وده اللي عمل إبراهيم قبل ما ينجب إسماعيل أو إسحاء أنه اعتبر العازر الدمشقي يعني كابنه كل الأمور دي بيوضحها علم الأثار لنا وبساعدنا أن احنا نفهمها طيب من فاتت وقفنا عند بعض الأحداث في العهد الأديم والنهاردة هكمل وأتمنى أن احنا نقدر ندخل كمان على العهد الجديد مملكة الحسين مملكة الحسين ذكرت في سفر التكوين ولما ذكرت في سفر التكوين كان هناك شكوك كثيرة جدا من علماء أنه ما فيش حاجة اسمها مملكة الحسين والحسين دول ليسوا بشعب موجود فبالتالي أحداث الكتاب المؤدس كان يشك فيها العلماء لكن بعض الكتابات اللي وجدناها في منطقة آسيا الصغرى وعلى حدود آسيا الصغرى وسوريا على حدود تركيا وسوريا أن هناك وجدنا أن الحسين كانوا موجودين تقول لنا الكتابات على النقوش أن هناك كان شعب يدعى شعب الحسين ومملكة الحسين فده بيأكد لنا أنه ما قالوا الكتاب المؤدس عن هذا الأمر أمر صحيح أمر لا يحتمل الشك ودي النقوش اللي أكدت ليا أنه هذا الأمر كمان الملوك الأربعة تكوين 14 والملوك الأربعة الملوك الأربعة اللي هم حربوا إبراهيم أو حربوا لوت وأخذوا لوت ماسبي كويس وبعدين راح إبراهيم مع عبيده وحرر لوت ورجعه مرة تانية هذه الملوك بأسماءها لما دخلنا على كتابات منطقة إبلا اللي موجودة في شمال العراق وسوريا وشفنا أنه هذه الكتابات واللوحات الحجرية مكتوب عليها أسماء ملوك نفس الملوك فنعرف أنه الملوك دول كانوا موجودين وكانوا موجودين في منطقة علام وشنعار وكمان الحثيين منطقة الحثيين فالشعوب دي كانت مجهودة الشعوب دي كانت مجهودة لما بيتم اكتشاف شيء وبيعلن عنه هذا الاكتشاف بيأكد لنا أحداث في كتاباتها بيأكد لنا نحن ما ينفعش أن نحن نشك في وجود الأربع ملوك دول وليسوا هما من اختراع كاتب سفر التكوين فسفر التكوين كاتبه موسى لم يخترع هؤلاء الملوك ولم يخترع الحرب مع إبراهيم ولم يخترع أنه هما سابوا لوط لكن بنعرف أنه هما فعلا ملوك حقيقين كان ليهم مجهود وكان ليهم ممالك منطقة أريحة معروف أنه مدينة أريحة من المدن الحصينة جدا واللي كانت لها أسوار عالية جدا للدرجة أنه في ناس كانت سكنة على هذه الأسوار هل علم الأثار يؤكد لنا الأوصاف التي قيلت في سفر يشوع عن مدينة أريحة هل يؤكد لنا وحتى هل يؤكد لنا أنه هذه الأسوار فعلا سقطت وكيف سقطت هذه الأسوار لما بتم منطقة ويحددوها ويتم فيها البحث والتنقيب هذا بيستغرق وقت طويل جدا قد يستغرق سنين ممكن خمس سنين ست سنين عشر سنين عباء لما يعني يغطوا الإرية دي ويطلعوا كل ما فيها من أثار ويشيلوا كل ما فيها من طراب علشان يقدروا يشوفوا الحفريات اللي موجودة والبقايا اللي موجودة من أغرب المدن هي مدينة أريحة مدينة أريحة اللي سقطت نتيجة تسبيح ودوران شعب الرب حواليها دي صورة يعني تصويرية لمدينة أريحة وإنه زي لمدينة أريحة كان لها أكتر من صور وهذه الأسوار كانت أسوار ضخمة جدا كان الشعب اللي ساكن جوه مدينة أريحة شعب مطمئن في سلام لأنه يعلم جيدا أنه ما فيش عدو مهما كانت قدرته هيقدر أنه يقتحم هذه الأسوار أو يسقطها هذه الأسوار تحتاج إلى معجزة لكي ما تسقط تحتاج إلى معجزة لكي ما تسقط فكيف لشعب أعزل لم يتعلم الحرب ولا يمتلك وسائل هجومية ولا يمتلك مدرعات ولا يمتلك عربات يعني مركبات حربية كيف لهذا الشعب أنه يستولي على مدينة أريحة وكيف لهذه الأسوار أن تسقط طبعا تم لسنين تسويلة البحث عن هذا الأمر وده بيورينا قد إيه حجم الأسوار والحجارة اللي كانت معمول منها سور مدينة أريحة وضخامة هذا السور شايفين هنا بنشوف حتى فيه التور يعني ده اللي هو زي بيسميه برج كويس برج اللي بيبقى على زاوية من زاوية الأسوار وده يعني شكله بالحجارة بتاعته وبضخمته هذه الأسوار لما العلماء درسوا الأمور دي كلها ودرسوا الحجارة اكتشفوا أنه هذه الحجارة دايما لما أنت كجيش بتهاجم سور أنت بتزوء السور ده الجوه صح؟ ده المفروض يعني أنا لو أتخيل أنه مدينة أريحة زي ما قدام حضراتكم كده مدينة أريحة كده لو أنا جنودي وقفين حوالين هذا السور علشان هذا السور يقع لابد أنه يكون في حاجة بتدفعه بتزوءه وما ما ينفعش تزوءه لبرة لأنه مين اللي هيزوءه لبرة كويس؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش يقع من فوق لتحت لو هو مجهود بشري لو عمل إنساني هيبقى الحجارة مرمية لجوه حجارة متنطورة لجوه لكن الغريب أنه في التنقيب وجدوا أن الحجارة وقع من فوق لتحت وكأن السور الواحده كلابس سقط وده اللي بيقولولي الكتاب أنه هذا السور سقط بتدخل إلهي مش بمجهود شعب إسرائيل ده بيأكده لعلم الأثار وعلى فكرة أحد كتير علم الأثار بمجرد علم يعني بيقول الحقائق هو لا أصده يثبت الكتاب المؤدس ولا أصده يطعن في الكتاب المؤدس هو بيطلع للحقائق وأنا لما بجمع هذه الحقائق بعرف آه أنه ده فعلا بيأكده لكتاب المؤدس بهذه الطريقة سقطت مدينة أريح كان فيه في بداية القرن العشرين نقاش كبير على وجود داود وهل وجود داود شخصية تاريخية وطبعا فيه علماء حتى يهود يعني معظم علماء الأثار اليهود بطبيعتهم ملحدين هم لا يؤمنون حتى بابراهيم ولا بيعقوب ولا بوجود إبراهيم ولا بوجود إسماعيل ولا بوجود داود وسليمان يعني فيه أغلبيتهم ويمكن أكتر واحد فيهم فرانكشتاين واحد من العلماء المعروفين اليهود في علم الأثار وأبحاثه هم مجرد يعني نقاط وملحدين في الفكر علمانيين كويس فكان هناك فيه تشكيك كبير جدا على وجود بيت داود وشخصية داود هذه الشخصية اللي بتعتبر شخصية محوارية داود الرب قطع معه عهدا في سفر سامويل الثاني وأصحاح سبعة واللي بيته ظل إلى أن أتى منه يسوع المسيح لأنه يسوع بحسب الجسد هو ابن داود فهل شخصية داود كانت موجودة فعلا ولدي شخصية خيالية من اختراع اليهود لكي ما يعني يظهروا أنه لهم ملك عظيم وأنه كان لهم ملك عظيم جدا زي داود كويس وقعد هذا التشكيك فترة طويلة من الزمن في كتابات كثير من النقاط إلا أنه في سنة تلاتة وتسعين يعني بالضبط من تلاتين سنة يعني زمن قريب في تل اسمه تل دان وجد حجر حجر منقوش عليه بالأرامية حجر منقوش عليه بالأرامية باللغة الأرامية ويحتوي على عبارة بيت داود هذا الحجر يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد يعود إلى زمنه يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد وإحنا عارفين أن داود كان في ذلك الوقت داود يعني إن لم تخنني الزاكرة داود مات سنة تسعمية وستين قبل الميلاد فبيرجع إلى الوقت دا اللي كان في بيت داود وأولاد داود بدأوا يأخذوا من بعده الملك بعده سلامان الحجر دا يعتبر جزء من لوحة حجرية هي تسكار لنصرة بن هدد ملك أرام على إسرائيل بن هدد جي وحارب إسرائيل وهدد بيت داود كويس واستولى على مدن سواء في الشمال أو في الجنوب وبنقرأ عن الجزء دا في ملوك الأول أصحاح 15 لما بيقول لي فسامع بن هدد للملك أسى وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل وضرب عيون ودان وقبل بيت معك وكل كنروت مع كل أرض نفتالي يبقى بن هدد دا شخصية تاريخية شخصية معروفة وأتى بن هدد وحارب وحارب إسرائيل في الشمال وأخذ مدن من إسرائيل وأخذ وهدد أيضا بيت داود وأخذ مدن من بيت داود والحجر دا تسكار للي عمله ومكتوب فيه بيت داود فبيت داود يعتبر يعني من الأمور التاريخية المهمة طيب نيجي إلى جزء آخر في العهد القديم وبنشوف أنه علم الأثار بيتماشى مع أحداث الكتابة المؤدس وبالزبط لما بنلاقي أنه ما يؤكدوا الوثائق الأشورية والنقوش الأشورية تؤكد لنا أحداث تمت في الكتابة المؤدس نقدر نقول آه أنه شخصية دي ذكرت في الكتابة مين فينا ما يعرفش المناصر الثالث معروف مين فينا ما يعرفش سنحريب معروف هذه الأسماء بنقرأ عنها في الكتابة المؤدس وبنقرأ إزاي حربت وإزاي انتصرت وإزاي أزلت شعب إسرائيل لفترات سواء مملكة أشور وبعدها جي أيضا مملكة بابل إلى آخره فهنا بنقرأ بنشوف هنا في يعني لوحة حجرية هذه اللوحة الحجرية لمسلة تعتبر جزء من مسلة بنسميها مسلة شال مناصر الثالث وتعود إلى سنة تمنمية تمانية وخمسين ده الوقت اللي ملك فيه إلى سنة تمنمية أربعة وعشرين كويس وبنجد فيها شخص هنا يعني يريدتو بأواضح قدام حضر الشخص ساجد وهذا الشخص هو الشخص اليهودي هو ياهو الملك الذي أتى راكعا أمام ملك أرام تاريخيا وهي المسلة دي بتقول لي كده وأنا لما أعرف الكتاب مؤدس أعرف آه أنه ملك أرام إزاي أزل إسرائيل إزاي أزل إسرائيل وإزاي أزل ملوك إسرائيل وإزاي ملوك إسرائيل كانوا مستسلمين له وتحت أمره وخضعين له خضعين له بل بالعكس كانوا أيضا بيدولوا جزية بيدفعولوا جزية ويدفعولوا دهب وفضة مجمع من الشعب ويعطوا لملوك أشور حتى يعني يرضى الملك عنهم ده دي 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 لوحة جزء من ناقش موجود على مسلة اسمها مسلة تشال مناصر أهي المسلة بهذا الحجم طبعا هي مزاي المسلات المصرية الضخمة أوي لكنها كلنا نعرف عن مدينة لخيش مدينة لخيش من المدن المهمة جدا بالأخص في القرن الثامن قبل الميلاد ومدينة لخيش سقطت سنة سبعمية واحد قبل الميلاد على يد سنحريب كويس ففي قصر سنحريب في مدينة نينوة ومدينة نينوة تعتبر هي العصمة لأشور كويس ففي قصر سنحريب في مدينة نينوة وجد هناك على الجدران نقومش بتسجل سجل لنا انتصار سنحريب وجيش أشور على مدينة لخيش زي ما بنجد فيه النقوش المصرية عندنا وقات بنعرف انه الحروب اللي قامت وكيف انتصر جيش على جيش فده يعني الحجم بحجم كبير جدا نقوش كلها بتوريني زي المدينة سقطت مدينة لخيش مدينة عظيمة بتقع في سهل يهوزة عش كده لما نقرأ في ملوك التاني وأصحاح 18 وفي السنة الرابع عشر الملك حزقية صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوزة الحصينة وأخذها كل مدن الحصينة بتاعة يهوزة أخذها سنحريب وارسل حزقية ملك يهوزة إلى ملك أشور إلى لخيش يقول قد أخطأت إرجع عني ومهما جعلت علي حملته يورينا دي كانت قصوة ملوك أشور ودي كان إزلالهم لشعب إسرائيل ومعركة لخيش معروفة وسنحريب وكيف انتصر فيها وكيف يعني دمر المدينة وكيف أسقط أسورها وكيف رمى شعبها من فوق السور وكيف أنه قتل نساءها وأطفالها وأخذ الأحياء معه سبايا كل ده مسجل على الجدران يعني الجدار نفسه يعتبر كتاب تاريخي كتاب تاريخي بصور واضحة جدا كيف انتصر على 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 لخيش يعني اللي قرب لنا شوية شوف إلى أي مدى العربات الحربية ورمي الناس من على الأسوار وأخذ السبايا كل الأمور دي متسجلة على على الجدران ده يعني رسم توضيحي أكن هو يعني بياخد الصورة ويطلع بس الرسومات منها النقوش اللي منها ونقدر نشوف قد ايه هنا صورة الجيش كويس وهو داخل المدينة وهو بينتصر وهو محاصرها هنا عساكر بدروع وب يعني سهام فكل كل المعركة مسجلة بتفاصيلها لما نقر عن الكتال المؤدس نقر عن سنحريب وإنه إزاي استولى على مدن يهوزة وإزاي إنه حارب مدينة لخيش فلما جاء أبص للوحة دي آه يبقى الكتال المؤدس اللي قاله صح يبقى الكتال المؤدس وتسجيله هنا عن هذه الأحداث صح صح من الناحية التاريخية صح من الناحية التاريخية عش كده بقول إنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض تم تم ربطه بعلم الأثار والتنقيب عنها كالكتال المؤدس يعني 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 في مواقع كثيرة جدا على في كل العالم القديم تم هذا الأمر طيب يعني يعني دي منطقة اليهودية ده اليهودية وقت الرب يسوع البحر الميت تحت ونهر الأردن من هنا وبحير الطبرية هنا ونقرأ هنا عن كفر نحوم عن مدينة الناصرة عن قيصرية عن مدينة أرشليم ده العالم اليهودي في وقت القرن الأول الميلادي في الوقت اللي فيه كان يسوع المسيح من الشخصيات المهمة جدا اللي بنقرأ عنها أول لما نقرأ فيه الأنجيل هي شخصية هيرودس الكبير هيرودس الكبير وهيرودس الكبير هو اتولد سنة 72 قبل الميلاد اتولد سنة 72 قبل الميلاد لكنه حكم اليهودية من سنة 37 قبل الميلاد إلى سنة 4 قبل الميلاد يعني حكم اليهودية 33 سنة و هو من الشخصيات يعني حتى علماء نفس أخضعوا هذه الشخصية للبحث والتنقيب لأنه هذه الشخصية كانت شخصية دموية شخصية غيورة جدا شخصية مستعدة أنها تقتل أهل يقتل أهل بيته في سبيل كرسي بتاعه للدرجة أنه الإمبراطور الروماني قال أنه خير أن يكون الإنسان خنزيرا في بيت هيرودس عن أن يكون له ابنا يعني لو أنت ابن ممكن يشعر بالتهديد منك أنك هتاخد ملكه فيقتلك فخير لك أن تكون خنزيرا في بيت هيرودس عن أن تكون له ابنا إلى هذه الدرجة هذا الإنسان كان كان إنسان شرس لكن من الحاجات اللي معروفة عن هيرودس أنه كان مغرم جدا ومحب للعمارة في كده شخصيات في التاريخ تحب الموضوع تحب أنها يعني تنتج الكثير من الإنتاج المعماري الضخم يعني مثلا في تاريخ مصر نعرف عن أمن حطب الثاني الملك 40 سنة وكان مغرم جدا ببناء مدن جديدة وبناء صوامع وبناء مباني ضخمة نعرف أيضا عن رمسيس الثاني أنه كان من أمور المشهور بها أنه كان مغرم أيضا بالعمارة والبناء والتشييد وإلى آخره طبعا في مصر عندنا نهاردة الرئيس السيسي من الحاجات اللي يعتبر مغرم جدا بالبناء وبالعمارة هيرودس كان كده هيرودس كان كده هيرودس كان من الشخصيات اللي تحب قوي المجال ده عاش كده لما بنقب وينقب العلماء في الأماكن اليهودية بيكتشفوا مباني ضخمة جدا تعود إلى يعني إلى هيرودس ده صورة من البناء اللي كان بيعمله هيرودس والحجارة اللي كان بيبني بيها المباني بتاعته ده دي صورة للهيكل الهيكل التاني لما اتبنى سنة خمسمية وعشرين قبل الميلاد لما رجعوا الماسبيين وبنوا الهيكل وده شنوه تم تم تتشينه تم تتشينه سنة خمسمية وعشرين قبل الميلاد وكان هذا الهيكل مقارنة بهيكل سليمان صغير للدرجة انه الناس اللي كانوا شافوا شافوا وعصروا هيكل سليمان بكوا لما تم تتشين هذا الهيكل لانه الهيكل اولاني بتاع سليمان كان عظيم كويس اما الهيكل ده فما كانش قوي بالشكل لما جيه هيرودس 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 يعني مش يهودي الاصل هيرودس نصه يهودي ونصه ادومي يعتبر من نسل عيسو فهو علشان يرد اليهود يرد اليهود ويقبله كملك عليهم اهتبعوا بانه يكبر الهيكل يكبر الهيكل يصنع يجعل الهيكل الصغير هيكل كبير جدا مشهور جدا هيكل هيرودس يقال عليه هيكل هيرودس الهيكل الي رب يسوع نظر الى حجارته قال انه انه هذه الحجارة ستسقط الهيكل الضخم الكبير الي سقط سنة سبعين ميلادية هذا الهيكل الي كبروا الي عملوا بهذه العزمة وعمل له المداخل والاروق والاماكن المرتبطة بيه من برة والاماكن الي بيعوا فيها حمام ولي بيعوا فيها ولي شغلوا فيها السيارفة والدار الخارجية كل الامور دي كان عملها مين عملها ييرودس الملك الكبير فمشهور ده ده رسم يعني بيسموه ثري دي او ثري دايمينشن للهيكل بحجمه ثلاث الابعاد عشان الواحد يقدر يتخيل عظمة هذا البناء ولحد النهاردة هذه الحجارة اللي بانى بيها واللي تبانى بيها الهيكل موجودة يعني يمكن اي حد يروح الى اسرائيل ويروح الى يعني حائط المبكة هيكتشف ان الحجارة اللي هناك اللي محدودة هي بقايا هي بقايا الهيكل وهذه حجارة ضخمة بنا بيها الهيكل فاثاروا لحد النهاردة موجودة كان مهتم جدا جدا بالعمارة فبنعرف انه هذه شخصية تاريخية كمان قبر هيروديس الكبير الى يومنا هذا موجود وتم التنقيب عنه ومعرفة مكانه كمان السندوق زي ما قلت الشخص لما يدفن في اليهودية بعد سنة بيجمعوا عظامه ويحطوها في سندوق من الحجارة حطوا هذه العظام ويحطوها فيه هذا صندوق موجود اللي اتحطت فيه عظام هيروديس الكبير وبالنقوش بتاعته وبأجزاء حتى عندنا عملة بنسميها عملة هيروديس هيروديس كمالك كان بيضع اسمه على العملة ودي العملة اللي كانت متدولة في ذلك الوقت حتى هنا نلاقي نقوش على العملة بتاعت هيروديس مكتوب عليها باسيلوس هيروديو او الملك هيروديس كويس باليوناني باسيلوس هيروديو هيروديو الملك هيروديس فالعملة بتدول عنه شخصية تاريخية بنعرف عنه بنعرف عن أحواله بنعرف عن الكتابات اللي تكتبت عنه في روما بنعرف عن ما قاله قياصرة روما عن هيروديس بنعرف عنه فلما نعرف الكتاب المؤدس عن هذه الشخصية نقدر نحدد هي ملكة على اليهودية من سنة 37 إلى سنة 4 قبل الملادية وهو أيضا لما نقرأ أنه أمر بقتل الأطفال كويس فنعرف أنه شخصية دي شخصية دموية جدا نعرف أنه قتل زوجته قتل ابنه نعرف أنه أي شخص يعني للدرجة لا يتخيلها إنسان أن هيروديس كان كاتب أنه لم اليوم اللي يموت فيه يتم إعدام عارش كان ألفين من رجال اليهود كبار كويس يعني يعني هو هو عارف إنه الناس مش هتبكي لما يموت فعايز كل اليهودية تبكي فأمر من ضمن أوامره إنه اليوم اللي يموت فيه تم إعدام عدد كبير من قادة اليهود فيكون هناك مناحة في كل مكان إلى هذه الدرجة هذه الشخصية فلما نقرى إنه قتل أطفال آه آه ده مش تأليف ده دي شخصيته ده هو هيروديس فده بيأكد لي صحة مقيلة وما زكر الكتاب المؤدس عن هيروديس آثار مرتبطة بخدمة المسيح نعرف إنه إنه مدينة كافر نحوم من المدن اللي ربي سوع خدم فيها كتير وهي موجودة في الشمال الغربي لبحير التبرية آه كافر نحوم هنا ودي بحير التبرية كويس آه ودي بيت صيدة كويس ف كافر نحوم نعرف إنه دخل المجمع في كافر نحوم وإنه لما دخل المجمع دفع عليه سفر الشريعة فقر من سفر إشعياء إلى آخر الأجزاء دي ده بقايا المجمع في كافر نحوم ده بقايا آثار السينجاج اليهودي المجمع اليهودي في كافر نحوم ويورينا إزاي كان البناء بتاعه شكله ودخمته ده 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 جزء من أيضا سورة أخرى بتورينا هذا المجمع اليهودي وعليه طبعا كل الرسومات اليهودية من نجمة داود لعنقود العنب إلى آخر الأشياء اليهودية المعروفة اللي كانت في ذلك الوقت نرى أيضا عن بوتروس وإنه بوتروس كان متزوج وإنه بوتروس كان عنده حماته وإنه رب يسوع شفاه حماته كويس وإنه بوتروس كان عنده شركة صيد بوتروس ما كانش مجرد صياد كان بيزنسمان بشتغل في الصيد وعش كده في بيت اسمه بيت بوتروس معروف وتم التنقيب عن هذا البيت ومعرفته صيد السمك نرى عن كتير إن رب يسوع كان ودخل السفينة مع تلاميذ ونعرف إنه السفينة كان فيها كل تلاميذ يعني السفينة كان فيها 13 شخص 13 شخص أوكي كيف كانت السفن في القرن الأول الملادي وبالأخص السفن اللي في بحير التبرية إزاي السفن دي كان حجمها يعني يعني النهارده لما مثلا نروح إلى نروح إلى مثلا دميات ولا نروح إلى الإسكندرية الحتة اللي فيها صيد سمك نقدر نقول الوقت الفلاني من 100 سنة السفينة كان شكلها كده النهارده السفن بيقى شكلها كده من 100 سنة كانت بتصنع من الخشب النهارده بتصنع من الحديد والمثل والحم مع بعض ويبقى شكلها كذا وكذا وكذا فنقدر نعرف أنه دي بتنتمل الحقبة دي ودي بتنتمل الحقبة دي من حيث الحجم من حيث الديزاين أو الشيب بتاعها من حيث المادة اللي بتتكون منها أو اللي بتصنع منها نعرف كتير عن السفينة ودخل السفينة وكان هناك سفينتين فدخل أحد السفن وكان نائما في السفينة وقال للتلاميذ إلقوا الشبكة إلى نحية اليمين كل هذه السفينة السفينة مرتبطة بحياة المسيح أنه حتى لما كانوا في السفينة منزعجين وخائفين أتى اليوم يسوع ماشيا على الماء السفينة شكلها يعرف في دي الصورة اللي احنا بنرسمها دي الصورة اللي بيرسمها الفنانين عن السفينة النهاردة كويس فهم بيتخيلوا السفينة وبرسموها بهذا الشكل لكن في فترة قريبة كان فيه نوع من الجفاف كم سنة حصل فيها جفاف فحصل فيها أنه منسوب الماء في البحيرة أو البحيرة التبرية نزل ولما نزل اتنين من اليهود اكتشفوا حطام حطام خشب حطام لسفينة فتم تم إخراج هذه السفينة تم إخراجها من الوحل اللي كانت فيه كويس وشايفين طبعا قطع الخشب أنها دايبة يعني طبعا في المية كانت وفي الوحل و يعني من فترة طويلة وتم تم تحليل عمر هذه السفينة وعرفنا أن هذه السفينة تعود إلى القرن الأول الميلادي يعني عمرها ألفين سنة عمرها ألفين سنة كويس تعود بالزبط إلى القرن الأول الميلادي وهذه السفينة اكتشفت سنة ألف تسعمية ستة وتمانين ألف تسعمية ستة وتمانين واكتشفت في الشاطئ الشمالي من بحر الجليل وتعود إلى القرن الأول الميلادي طول السفينة طولها تمانية متر تمانية متر عرضها حوالي مترين ونص كويس والعمق بتاعها غالبا متر وربع يعني هي التجويف بتاعها الداخلي العمق بتاعه حوالي متر وربع يعني أنا أنا طولي ألمست اتنين متر ف يعني لو وقفت فيها يبقى يبقى نصي فوقها ده سفينة سفينة بالحجم دو فعلا تشيل تلاتة عشر شخص أربعة عشر شخص ميكسمم ممكن يكونوا في السفينة فلما نعرف أنه دي السفن اللي كانت موجودة في بحر عشر كده يطلق عليها سفينة يسوع جيسس بوت كويس لو حتى بحثت عنها في على على النت سفينة يسوع أطلق عليها كده أو البعض أطلق عليها سفينة بوتروس لأنه كان هو صاحب أكتر من سفينة دي السفن اللي كانت موجودة وده بيأكد لي أنه بيديني فكرة بيديني فكرة عن السفينة عن حجمها بيديني فكرة أنها كانت ممكن تشيل أربعتاشر شخص بيديني فكرة أنه ممكن كل تلاميذ المسيح يكونوا موجودين في السفينة مع المسيح بيديني فكرة أنه السفينة دي طولها دي إيه وحجمها دي إيه وإلي ممكن هذه السفينة بهذا الشكل يعني لما بتيجي الرياح ولما بتيجي الأمطار بسهولة جدا ممكن هذه السفينة تتعرض إلى إلى مخاطر كثيرة جدا مزاي السفن الضخمة بتاعتنا النهار دا فدتني فكرة فلما أرى عن السفينة أنا متخيلها أنا أعرفها أنا أقدر أتخيل شكلها وحجمها كان إزاي دي السفينة كويس أنا أنا زرت السفينة دي وشفتها طبعا ما أقدرش ألمسها no touch لو أقولوا لكن 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 شفتها ووقفت جنبها زي ما الاتنين المصورين دول وقفين جنبها تتخيل أنت تتخيل الأحداث دي بتديلك توضيح الاكتشاف السفينة دي ما قال ليش إن المسيح هو ابن الله لا السفينة والأجزاء بتاعتها اللي موجودة والخشب اللي فيها مش بيقول لي إنه المسيح هو ابن الله ولا بيقول لي إنه المسيح هو معلم عظيم كان موجود لكن بتقول لي إنه لما أقرأ عن اكتر مؤدس وأقرأ عن المسيح كان في السفينة قادر أتخيل السفينة دي شكلها إيه في علم الإصار الدني توضيح في الجزء ده مدينة النصرة ويدعى اسمه ناصريا لأنه عاش في النصرة كويس طبعا البعض لفترة طويلا كان بيشكك يقول لك إنه النصرة دي ملهاش وجود أساسا وإنه ده من اختراع متى متى هو اللي اخترع اسم النصرة لكن النصرة ملهاش وجود لكن هل علم الإصار أكد ما قاله النقاد ولا أكد ما قاله الكتاب المعدة كويس علم الإصار بيقول لنا إنه هذه المدينة أساسا مدينة النصرة هي مدينة صغيرة جدا ويوجد فيها أثار تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد يعني عمرها كبير برضو مش قليل وإنه هذه المدينة تم التنقيف فيها ومعرفت إزاي كانوا الناس بيوتهم كان شكلها إيه البيوت اللي كانوا عايشين فيها واكتشفوا إنه هذه المدينة اللي يوجد فيها بيت فخ ما ما فيهاش أسر مثلا ما فيهاش فيلا كبيرة من البيوت اللي كانت موجودة في المدن أخرى كل بيوتها بيوت صغيرة جدا وفقيرة جدا وعادت سكانها أيام المسيح لم يتعدى الربعمائة نسمة دين صغيرة تم التنقيب لمعرفة حتى البيوت اللي كانوا الناس عايشين فيها كان شكلها إيه ومدينة الناصرة فلما أجي عندي مدينة الناصرة وأقدر ألقى دي مدينة فعلا مدينة أشيء صالح يخرج من الناصرة مدينة كانت محتقرة زي 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 أي مدينة أو قرية صغيرة في صعيد مصر لا يوجد فيها أغنية ولا يوجد فيها مدارس ولا يوجد فيها حتى مستشفى وكل شعبها بسيط مش متعلم كانت مدينة الناصرة كده يمكن المعلم الوحيد اللي كان موجود في الناصرة هو معلم الجموع كلها هو رب المجد يسوع المسيح لكنه عاش في الناصرة ماذا عن بركة بيت حزدة بركة بيت حزدة مذكورة مذكورة بكل وضوح طبعا فيه إنجليو حنة وفيه أصحح خمسة ومريض بركة بيت حزدة اللي الرب يسوع راح وشفاه واللي كان بقاله 38 سنة مشلول وقاعد عند البركة وهل فعلا البركة دي ليها رواقس وهل بركة دي ليها وجود يعني تاريخي ولا هي من اختراع يحنى علم الأثار بيأكد لي وجود هذه البركة بيأكد لي إنه هذه البركة إلى يومنا هذا يوجد أيضا آثار للماء والأروقة اللي كانت اللي كانت حوالين هذه البركة والمباني اللي كانت حوالين هذه البركة نقدر نعرفها ونشوفها ونشوف الأروقة ونشوف مدخلها ونشوف أيضا الناس اللي كانوا قاعدين هناك كانوا قاعدين نسائي كل دا بيأكده العلم الأثار ما قاليش إنه العلم الأثار إن المسيح شافها المفلوج لكن قال لي إنه البركة موجودة وإن البركة تاريخية وإن البركة فعلا كان لها أروقة كثيرة وإن البركة دي كانت معروف إنه إنه ناس كان الكتير من العمي والعرج والعصم كانوا بيعودوا هناك عندها دا لأهو اللي علم الأثار فلما جي آرى يوحنا خمسة البركة دي اللي بيكلم عنها يوحنا دي حاجة تاريخية حاجة حقيقية مش من اختراع يوحنا بيت عنيا وقبر العازر إلى يوم من هذا بيت عنيا وقبر العازر موجود وتقدر تروح تزوره وتشوفه دا من جوة بيت العازر دا القبر من جوة نيجي إلى جزء مهم آخر في حياة الرب يسوع وهو صلب المسيح يعني زي ما شفنا ان هرودس مرتبط بميلاده وكفر النحوم وسفينة والسفينة والبركة والأشياء دي مرتبطة بخدمة المسيح في أحداث ثانية مرتبطة بموت المسيح بصلب المسيح وفي شخصيات في شخصيات أخرى مرتبطة بصلب المسيح من أشهر الشخصيات المرتبطة بصلب المسيح هو شخصية بلاطس البونتي هل بلاطس البونتي دا شخصية تاريخية هل فعلا التاريخ بيقولنا انه كان فيه واحد والي روماني حاكم لليهودية أمر بهو الأمر بصلب المسيح ولا لا كويس بلاطس البونتي هو خامس حاكم روماني يحكم اليهودية خامس حاكم يعين الرومان يحكم اليهودية وحكم اليهودية من سنة 27 ميلادية إلى 37 ميلادية يعني قبل بداية خدمة يسوع العلانية بحوالي 3 سنين وبعد موت المسيح وقيمته بأربع سنين حوال عشر سنين حاكم فيها اليهودية هو الحاكم بحسب متة ومرؤس ولوءه ويحنى هو الحاكم الروماني الذي أعطى الأمر بصلب المسيح اللي يعرفين أنا جيل يعرف هذه الحقيقة أنه خضع لطلب اليهود وأسلم المسيح ليسلب وجد في قيصرية القيصرية حجر منقوش عليه اسم بيلاتوس البنطي حاكم اليهودية هذا هو الحجر اللي منقوش عليه كويس اسم بيلاتوس البنطي فبيلاتوس البنطي الحجر دا بيقول لي إنه هو شخصية تاريخية والحجر دا بيقول لي إنه هو حاكم اليهودية والحجر دا بيأكد لوجوده كشخص تاريخي طيب وإيه دا علاقته بالكتنى مع الديس علاقته بالكتنى مع الديس إنه ماتة ومرؤس ولوء يحنى كتبوا أشخاص تاريخيين تعاملوا مع أشخاص تاريخيين سجلوا لنا تاريخ ما يجيش واحد بعد 600 سنة وبدون ما يقدم لنا أي دليل تاريخي على عدم صلب المسيح ويقول إن المسيح لم يصلب لكن هنا يوجد دليل تاريخي على أن بيلاتوس البونتي كان حاكما فعليا لليهودية وإن متى ومر أسلوء يا حنى سجلوا لنا تاريخ عش كده هذه الحجارة مكتوبة عن تيباريوم بونتوس بيرفكتوس إيودية الموقر بيلاتوس البونتي أو حاكم اليهودية قيافة هالقيافة كان شخص تاريخي هو الكيريس الكهنة هو اللي حكم أولا دينيا على المسيح أنه يموت كويس نجد نجد إنه فيه يعني اسم قيافة مكتوب ومنقوش على بالشكل ده كويس منقوش على التبوت التبوت الفخاري منقوش الآتي يوسف بن قيافة يوسف بن قيافة منقوش اسم قيافة يقول ده بيأكد لي استخدام أو وجود قيافة المسامير عندي أثار لمسامير لزقة بحياك العظمية لحد النهار ده بيوريني إلى المدى اللي فيه كان اليومان بيستخدمه الصلب أنا مش بيقول لي إن ده المسيح لكن بيقول لي إزاي صلبوا المسيح إزاي كانوا بيعملوا عملية الصلب إزاي المسامير كانت بتدأ وفي أي حتة كانت بتدأ ده كله ليه؟ ده كله بيأكد لي إنه الكتاب مؤدس كتاب تاريخي الكتاب مؤدس أحداثه تاريخية أشخاصه تاريخيين وبما إن الكتاب مؤدس صادق من ناحية تاريخية فهو أيضا صادق في كل ما يقوله عن الرب وعن الرب يسوع كل يوم علم الأثار بيأكد لي مصداقية الكتاب مؤدس كل يوم عشان كده الحجارة تصرخ أن كلمة الله حية وفعالة إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم